ما في في القرآن ولا السنة مجاز أبدا ما في آية قال الله عز وجل إن في القرآن مجاز ما في ولا في السنة أبدا ما في أما الآية التي يجيبوها واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وغير من الآيات مثل هذه المعاني ده كان أسلوب عربي موجود والعرب كان من فصاحتهم اختصار الكلام أسمع القاعدة دي العرب من فصاحتهم كانوا شنو يا جماعة بيختصروا الكلام هكذا قال علماؤنا كانوا بيختصروا الكلام يعني لو في عشر كلمات كلمتين بتأدي المعنى بيديوا الكلمتين ده من الفصاحة بتاعتهم ما كان بيحبوا يتكلموا كثيرا العرب كان بيختصروا الكلام واسأل القرية معروف عن أي عربي إن شاء الله جاملنا البادي إلى وقت ذاك إنه أهلة مش تسأل الحيط والطوب تسأل شنو أهلة ده كان معلوم عندهم كذا لكذا كانوا بيحزفوا المضافة الموجود أو بيحزفوا جزء من الكلام والكلام كان عندهم واضح لكن ما كان بيسموا مجاز أبدا أبدا لأن المجاز إذا قلنا بالمجاز في القرآن أو بالسنة وده الوحي المجاز قال العلماء يجوز نفيه قال عثمين فإذا رأيت فإذا قلت رأيت أسدا يقاتل بسيفه في المعركة قتالا شرسا وقتل عددا من المشركين معنات ده ما أسد بتاع الغابة داك اللي عنده شعر ده شنو الرجل مسلم قوي شجاع كده صحيح أو ما صحيح فيجوز أن تنفذ قلنا هذا ليس الأسد الحيوان وإنما أنت تقصي شنو الرجل فالمجاز يجوز نفيه شاكي ده حتى علم المجاز في الكتب يقول لك الحقيقة وشنو والمجاز لأنه حقيقة براه والمجاز براه والقرآن ربنا قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ما ممكن يكون القرآن فيه غير الحقيقة ما ممكن القرآن يكون فيه آية أو أيتين أو كلمة تنفى قال الله يقول لك لا ما قال رجع ما يجوز كفر بالله عز وجل فالمجاز ودعوة المجاز بالقرآن والسنة من أبطل الباطل وأراد بها عباد القبور وعلماء الشرك وشيخ الطرق أن يدخلوا البدع والشركيات في كتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة المجاز زي شبهات شنو؟ موضوع الخطر قل لك الخطر عند علم لدني أشعر الطريقة يجيب النسوان يدخلهم يقول لك ده علم لدني هذا لا علم لدني علمناه من لدني علمناه ذاك ولا إدت كده أول قول في علم لدني ذاك الخطر النبي عليه الصلاة ولا إدت دي أول نقطة شوف النازل المجارما كيف شوف انت لو ما بقى عندك علم كتير ذات وترد قال لك النبي ذاك كان عنده انت نبي شيخ الطريقة لا الموضوع ده ما خاص بك خلاص ولا ده كتير ده إذا ما عندك علم خلاص بس كلمتين انت بترد عليه كلمتين بس قال لك الأنبياء كان عندهم انت معهم لا خلاص ده ما موضوعات بيقول له بساطة خلاص فنفس الشوف هذه يقول لك داك عنده علم لدني عشان هو يرتكب الفواحش ويكفر بالله ويشرك بالله كما نقل ابن حجر عن القرطبي قال ومن هذا الباب دخل الزنادقة فأدخل الزندقة بيشوفة موضوع شنو الخضر قل لك يا أخي كتل الغلام وده ده علم لدني لأنه كتل حرام ما نقل لك كتل حرام عندنا هنا ابن حجر قال ولعله في شريعة الخضر كان قتل عاق الوالدين سنة لأنه مج عندنا الزان المحصن يقتل يرجم مج عندنا كذا وعندنا السارق بلغ النصاب يقطع يده وعندنا وعندنا قتله وقطعه غيره دا قال لك كان من شريعتهم شريعتهم إن عاق الوالدين يقتل زي ما الزان المحصن في شريعتنا يقتل شكذا قتلوا لا لدني ولا ما لدني ولو كان لدني ما كان ورعه لي موسى ذلك تأويل ما لم تستع عليه شنو صبر ورعه يبقى لدني كيف ونبينا صلى الله عليه وسلم نزل على القرآن ورعنا ولا ما ورعنا حيثت لدني دي ذاته جابوها الجماعة ديل مش من الورياء الموجود ده ذاته يبقى ما فيضل حاجة لدني بيقى شنو بيقى موسى بيقى موسى